اشتركوا في القناة سأبدأ من مشهد اللي حصل نهار السبت في دار الفتوى كيف قرأت ما حصل وهل هو بمثابة تكليف جديد لسعد الحريري لرئاسة الحكومة صباح خير كل المشاهدين وطبعا لا يحسد الشعب اللبناني على ما وصل إليه في طريقي إليك طوابير السيارات على محطات البنزين مشهد لا يحتمل والله يعيني الشعب اللبناني كل يوم وعود وعود تنحل الأزمة للأسف أما أن هناك كذب مفتعل بشكل دائم أما أن هناك حالة انعدام ثقة كاملة بكل شيء بهالبلد يطلق وعود وبالتالي الشعب اللبناني حتى إذا ناقص معه خمسة لتر بالسيارة يوقف على المحطة الأحترية تبصر خايف الشعب اللبناني أنه بلحظة ما ممكن وصار هيدا الخوف يمكن وطبعا هذا عم بيقدي إلى بمكان ما تسريب وتهريب وتخزين وكله هذا عم يأثر على المخزون العام يعني فعشان هيك يمكن الكميات مش عم تقدر تكفي بشكل متواصل هل التهريب على سوريا شو وضعه؟ التهريب على سوريا جزء من هذا التهريب يعني الآن ما عدد قصة التهريب على سوريا هو الأساس هو الأساس الآن تخزين كميات كبيرة من المحروقات عند الشركات الكبرى التي أيضا تمارس هذا النوع من الضغط على السوق في لبنان تحت عنوين متعددة وبالتالي اللي عم يروح يدام مستودع هون مستودع هون الأحرى به والأولى أن يداهم هذه المخازن الكبرى يعني مطرح ما فيه شركات ضخمة اللي هي عم تستورد البنزين من برة لنعرف فعلا أين هو هذا المخزون الذي يأتي إلى لبنان ألا بكل حال طبعا الآن يعني معاش فينا نحدد بس هون وبس هون بس نحنا بمشكلة عامة والحاكم بأمره وعم يتصرف يعني وكأنه يعني هو الذي يقرر وهو الذي ينفذ وهو الذي يفعل كل ما يحلو له دون رقيب ودون حسيب يعني بلد لم يعد فيها أي شيء من ما بدي يقول أنه يعدم الأمل عند اللبنانيين تكون الحلقة من بداية تشاهم بس شيء مخيف يعني شيء مخيف مبارح نحكي بأطنان من حليب الأطفال شوي بتطلع وسائل الإعلام تطلع وسائل الإعلام ما أحدا بيسمي مين كيف الحكي؟ لك أنا ما بطلع بسمي مين؟ هذا اللي عامل هيك هادي جريمي جريمي أنا عم دور على أحفادة على علبة حليب ما عملاقي طيب جريمي هادي نلاقي هادي الكمية الكبرى من الحليب خالصة مدتها بس هون الحق على مين؟ اليوم عم بيقولوا كان والله الحليب مفؤود يبدو وفي تخزين ومع الأسف مع الأسف أنه راحوا على التلف بالوقت يلي الشعب اللبناني نطري طيب الحق على مين؟ مين اليوم بتحمل هذه المسؤولية؟ كمان الأمر بتحمل مسؤوليته كمان يعني الشعب بشكل أو بآخر الشعب يعني بمعنى مش المواطن العادي اللي هن جزء من هذا الشعب التجار المحتكرين المستوردين كله هذا جزء من الشعب اللبناني عم بيساهم بالأزمة بشكل أو بآخر عودة إلى الإجابة على السؤال أنا كتبت أن الحريري بين منزلتين أما خروج آمن وأما خروج عاصف لكن بكل الحالين هو احتمى بالمظلة الطائفية التي تمثل بالنسبة لأي أحد من المكونات اللبنانية أحد أهم المظلات التي عندما يريدها تكون هي الأقوى وعندما لا يريدها تكون هي الأضعف يعني كانت دار الفتوى غايبة عن كل هذا المشهد كل هذا الفترة من وقت تشرين لهلأ ومن وقت ما عصف بالشارع اللبناني أسوأ بباقي المرجعيات الدينية عموما الآن حضرت بهذه القوة لا يطلع المفتي بهذا الخطار لأنه ملنا مأيدة كانت لحسانة ديار صحيح أنا عم بحكي أين منها من أزمات الشعب اللبناني مش عم بحكي أزمة السياسة يعني عندما نقول دار الفتوى المجلس الشيعي البطراكية مترانية بطراكية الأرثودوكس دار الطائفة الدرزية مشيخة العقل الدرزية عم نحكي بأزمات الناس يعني لا تحضر في أزمات الناس بشكل يعني كما هو مطلوب وعندما يكون استهداف لموقع سياسي بمثلة طائفة يغيرت الدين كلهم بيقوموا مثل هذا اللي عم بصير ماشي على رأسي يا ستي على رأسي بس أنه حامد طائفي مش بالضرورة بس أنه يتطلع على الشخص وعلى الموقع السياسي حامد طائفي هو جزء أيضا من هذا الطيف اللبناني يعني دار الفتوى ما بتهتم للسنة بعكار والسنة ببعلبك والسنة ببيروت تهتم بس إذا سعد الحريري اتعرض لهجوم على صلاحياته أو اشتباك صلاحيات بينه وبين رئيس الجمهورية أو بينه وبين وزير أو بينه وبين نائب لا هذا حكي مش مقبول هلا بكل حال اللي صار هو احتماء بهدي المظلة وهدي المظلة عملت هجوم هجوم واضح أطعت الطريق على أي مرشح بديل أطعت الطريق على أي مرشح بديل ثم جاءه دعم آخر من رئيس مجلس النهو الذي يعتبر أن اعتزار الحريري الآن قد يشكل أزمة أكبر للواقع اللبناني لاعتبارات متعددة أولا للخلاف والانقسامات الحاصلة بلبنان ثانيا أنه الحريري اللي هو أقوى شخصية بالداخل السنة أو بالوسط السنة اللي من المحتمل إذا ما ذهب إلى تشكيل الحكومة يقدر يأمن شوية دعم على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي هذا ما لا يعني متيسر لغيره فلذلك علينا أن نضيع الفرصة هذه هي وجهة النظر الرئيس برري في العام أما في الخاص ربما أيضا يكون جزء من الاحتدام الداخلي في تعزيز مواقع المصالح والنفوذ والآخرين وهذا لا يخفى على أحد في أن المواجهة المفتوحة بين الأطراف اللبنانية لم تعد تعير الأزمة اللبنانية ما فيه الكفاية بل ربما ذهبت لتعزز مواقعها في معركة الصراع السياسي المفتوحة جعجع ليس له أي شيء سوى الانتخابات النيابية المبكرة التي يحاول أن يحتمي بها ليحسن من شروطه أو من مواقعه أو من فرصه في أي انتخابات رئاسية مقبلة أو على الأقل الانتقام من التيار الوطني الحر بين قوسين وأيضا للظهور بمظهر الراهب الناسك الزاهد العابد اللي هو ما قالوا عليها بكل هذا العبد السير بس القوة استجابت إلى طلب الشارع هني بقولولك نحن لبينا وطلعنا يعني بطل بدون يكونوا جزء من هذه المنظومة شوفي هذه محاولة تكريسة بالإعلام هذه محاولة غير صحيحة لا القوات هي هيك ولا الناس بتعرف أن القوات هي هيك طبعا ما بدش حول القصة هجوم على القوات لكن استفزني بالأمس يعني كلام سيد سمير جعجع بدأترق له يعني يحمل الأكثرية بكل حال يعني هذه الأكثرية الموهومة اللي دائما عم نلعب عليها مين قال هذه الأكثرية على قلب واحد ما هذه الأكثرية لو على قلب واحد ما من أول جمعة من الاستشارات النيابية ركبة الحكومة يعني هذا دليل أنه هذه الأكثرية هي مش أكثرية بالمعنى السياسي الداخل هي أكثرية بمعنى خيارات سياسية لها علاقة بالمنطقة خليني أقول محور ما كان يعرف بثمانة وأربعة عشر محور الأقوى هو ثمانة اليوم صحية يعني شوف يا ثمانة وأربعة عشر ما عد فيه نحن الآن أمام مناخ سياسي مختلف تماما والعالم بلبنان صراحة يعني لأنه نحن عم نحكي سياسي وعم نجدل كتير حكي يمكن الناس ما عاش إلا خلق تسمع أساسا يعني بس بكل حال بتظل واحد يقول بالعالم بدي حكومة يعني بيظل يقول الواحد لو خمسة وعشرين واحد شافوا خمسة وعشرين واحد عندهم شوية رؤية بيعدوا بيحللوا الأمور أحسن من عشر تلاف يشوفوا ويسمعوا كلام ويطنشوا يعني دايما الواحد يعول على عقل متحرك على عقل مرن على عقل يفكر ويحلل في لبنان ليضع الأمور في مواضعها لذلك عم أقول أنا جوال أنه المعركة إلا علاقة بالاستفافات السياسية الداخلية على اعتبار فيه استحاقات مقبلة وفيه استحاقات أقرب الاستحاقات الأقرب إلا علاقة بكيفية وضع حد لهذا الانهيار المتواصل اللي ما عم يوقف لا بد أن يقف يجب أن يكون هناك حكومة الحكومة معبر إلزامي وبوابة إلزامية لوقوف الانهيار عندها حد معين ما حدا عم يقول الآن الحكومة راح تبلش الآن تشيل الأمور نزير من البير بلحظة سريعة لكن على الأقل تضع حد تعطي شوية ثقة تنعش اللبنانيين شوي تعطي شوية أمال بتوقف الدولار بهذا الارتفاع الجنوني اللي عم بصير كل هذا رهن بتشكيل الحكومة ما لم نشكل حكومة سنبقى في إطار المراوحة وسنبقى في إطار كل يوم هل سيرفع الدعم هل سيرشد الدعم لا حدا حيرشد الدعم ولا حدا أذر يرفع الدعم حاليا بهذه اللحظة بس نحن هلأ خليني أرجع إلى دار الفتوى اليوم رئيس سعد الحريري أو خليني الرئيس بري في كلام لأله واضح بيقول فيه أنه الحريري لن يعتذر أوكي هيدا كلام الرئيس بري ومتمسك بالحريري إلى النهاية ولن يعتذر طيب اليوم حزب الله يسأل في كتير أطراف عم تسأل يوم ماذا عن موقف حزب الله اللي هو ما بعرف إذا محرج ما بين الحليف التيار الوطني الحر وتمسكه من جهتين بسعد الحريري وهون بدأت ترى إلى كلام لرئيس الجمهورية اليوم في صحيفة المدن للزميل المنير الربيع لألك حرفيا بس استيس فيصل ما قالوا حزب الله عن وقفه إلى الحياد قال يعني حزب الله يقف على الحياد ونحن لا نسأل لماذا الوقوف على الحياد بل نتبلغ الموقف فقط وتذكر هون قول للإمام علي يقول المحايد خذل الحق ولم ينصر الباطل بدت تعليقك هلا طبعا ما بديش نرد على رئيس الجمهورية يمكن يكون له عتب يعني ممكن يكون له عتب معين بس خلينا نحلل الأمور بعقل بارد شوي نحن ما بدنا نزيد الأمور سخونة في واقع ملتهب بالبلد يعني بدنا نحاول نفكك الألغام لنوصل لشيء من التسويات ربما ولعل تحمل الأيام القليل المقبلة أو الساعات طبخة حكومية ممكن أن تكون محل يعني توافق من جميع القوى السياسية وهذا ما يقوم به حزب الله حزب الله أكثر الحريصين على أن تكون هناك حكومة لا متمسك بالحريري على سويد عيونه ولا أنه بده بديل عن الحريري لأنه هو يعني ما بيحب الحريري الحريري هو خيار الكتل النيابية التي يعني في الاستشارات النيابية الملزمة ذهبت إلى اختيار رئيس الحريري في حين أن حزب الله لم يسميه يعني على الأقل حزب الله لم يسميه رئيس الحريري بك العادة حزب الله هيدا سياسة ماشي مع مولا بس حسان دياب سميه يعني عمليا لا يعني أنه في عادة تخرق بمطرح معينة لآخرة لكن اللي بده يقوله أن حزب الله يمارس دور في تدوير الزوايا ما بين عدة حلفاء يتحالفون ساعة يشاؤون ويتخصمون ساعة يشاؤون هذه مشكلة المشكلات في الداخل اللبناني طيب ما تيار المردة كان جزء من من تيار الوطن الحر وتكتل لبنان القوي مش هيك عند منعطف معين صار خارج وهكذا حدث في طبيعة الاستفاف الفرز اللي كان بتكتل لبنان القوي اللي الآن صار برة يعني هذا يحدث في لبنان حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير في العام هي جزء من هذا الاستفاف اللي سميناه في وقت من الأوقات 8 أزار في حين أن التيار الوطني الحر رفض أن يسمي نفسه كجزء من 8 أزار لكنه على ضفافها مش هيك طيب الآن إذا قلنا هذا المحور مجتمعا يشكل الأكثرية النيابية لكن هذه الأكثرية النيابية هي في أراء متعددة ومختلفة ولذلك لا يلومنا أحد أكثرية نيابية ليمارس هذا الهجوم المفتعل لأغراض باتت مكشوفة يعني مثل ما قال مبارح السيد جعجع أنه المجلس النيابي هو مصدر السلطات وإلى خلاله هو عم يحكي ببلد الديمقراطية فيه سوية في لبنان الديمقراطية ليست سوية صحيح أنه مجلس سيد نفسه لكن نحن بنعرف هذا المجلس كيف يلعب بلحظة من اللحظات بتصير المساقية هي سيدة كل شيء وبلحظة من اللحظات بتصير الأكثرية معاش إلى أي قيمة وبلحظة من اللحظات بتصير نقص من المساقية مثل ما بدنا لذلك ما في عنا فورمولة محددة نتعطى فيها مع كل المشكلات أما المشكلة الأهم الآن لا عزرة لأحد فيه في أن يرفع هذا الظلم عن الشعب اللبناني كافة ولذلك مطلوب من كل القوى كل واحد قادر يلعب دور معين إيجابي وتوفيقي بشرط أنه لا يموت الديب ولا يفنى الغنم لازم يصير هذا الأمر وهذا ما يمارسه حزب الله بالعودة إلى بس ما بكعتم الواقف على الحياد حزب الله لا لا مش موضوع حياد ولا موضوع مش حياد خليني أقولك مش موضوع حياد يعني بالتأكيد عندما تصل الأمور إلى أن يكون هناك موقف بالآمص صرح رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله لا يظن أننا أحد أننا مع كل هذا الوقوف مع كل المبادرات هذا يعني أن هؤلاء لديهم الترف ومزيد من الوقت وهذا كلام شامل يشمل الجميع أنا ما أقول أن حزب الله يعني هو لحاله سوبرمان اللعبة السياسية الداخلية بعكس كل من يصور هذا العمل بسي منهم بيقولوا لك لو بدوا حزب الله عم بيقول شو بيقولوا الأطراف البقية ولا كان يمون على تيار وكان بيمون كمان على الرئيس سعد الحريري ويقال أيضا أن الرئيس بري يعني مش ممكن يقول هيك كلام إلا بموافقة حزب الله ودعم حزب الله وبالتالي الحزب لو بدوا قادر اليوم يمون على البدوا يمون عليه شوفي لما بيطلع حدا بيصير يكبر الحجر على حزب الله الآن هو اللي يبرر هذا الهجوم المتواصل على حزب الله وتحميله المسؤولية طيب ليش بدوا يتحمل حزب الله المسؤولية شو حجمه بالداخل اللبناني أليس هو أقل من الكتل الأخرى إذا قلنا أن هذا النظام برلماني إذا حجمه داخل الحكومة أقل من كل الأطراف الأخرى حجمه ومثل الحجم من نائب وليد جملاط نائب السابق وليد جملاط هو الأقوى اليوم يا أستاذ فيصل يا سيدتي هذه لعبة الأقوى هذه لعبة تستخدم غب الطلب لإطلاق النار السياسي على حزب الله ساعة يشاءون وساعة يشاءون يقولون أن حزب الله مغطي الفساد وإلى خريه هذا كله للتعمية لا حتى لو جاء هذا الكلام من أي أحد حتى لو كان محبا لحزب الله هذا كلام غير سليم وغير منطقي وغير مقبول على الإطلاق لماذا يريد حزب الله أن يغطي الفاسدين شو إلو مصلحة بهذا الأمر بس سؤال يعني إلو مصلحة أن يقف في وجه كل اللبنانيين حتى يرضي حليف هنا أو حليف هناك أو خصم هنا أو خصم هناك بس بقول لك البلد في قصر بقل لك البلد هيك بسبب ما وصلوا ليه من السياسات حزب الله منه عامل حاله استاذع كل الأطراف السياسية أنه هو المعير هو الذي يعير فلان وهو الذي يعير فلان أبدا حزب الله هو جزء من هذه التركيبة اللبنانية التي فيها ما فيها من شوائب التي عليها ما عليها من ملاحظات وقد تواجه إليه ملاحظات ووجهت إليه ملاحظات وتقبل هذا الأمر في أكثر من مرة يعني حزب الله ليس خارج إطار منظومة النقد التي ممكن أن يوجه إليها سهام النقد في أي لحظة لكن حزب الله ليس مقبولاً أن يهاجمه البعض من بوابة أنه هو الأقوى وهو القادر وهو الذي يستطيع أن يفرق ليس بس بوابة هو الأقوى فيه خصوم الحزب يوم بقولوا لك أنه ما وصلت إليه البلاد هو نتيجة السياسات لاعتمد حزب الله هذا جزء من الحمل المتواصلة هذا جزء من الحمل المتواصلة مثل ما هو جزء من الحمل المتواصلة على إيران أنه التدخل الإيراني وقع بشو إليه إلي واقع بشو إليه إلي واقع بشو إذا كانت إيران هي كل هذا الذي تحدثون عنه صحيحاً طيب إيران عرضت كهرباً رفضت إيران عرضت نفط رفضت إيران عرضت مش عارف شو كله إذا كانت إيران محتلة تعرض على اللي محتلتهم عرض ولا بتجي بتنفذ بتجي بتنفذ إذا كانت محتلة هذا العالم كله شايف الوصاية الأمريكية والاحتلال الأمريكي للبنان والاحتلال للقرار السياسي الأمريكي يعني ما بتلاحظي معي شي غريب عجيب بهذا البلد أنه نحن نركض أمام السفيرة الأمريكية ونضرب لها تحيات وأي موفد أمريكي بيجتمع بكل العالم بالبلد سمعتينك شي موفد إيراني تهافت عليه اللبنانيون أو أنه ذهب ليسترضاء هذا الطرف أو ذاك سمعتين شي حركة للسفير الإيراني من 17-20 لهلا هلأ في حركات مش بشتروني تكون معلنة يعني شو المعلن وشو المعلنة السفيرة الأمريكية بتطلع رئيس أركان الجيوش الأمريكية رئيس المنطقة الوسطى لا تفتح بير ارتوازي بغزة اللي بقى على الغرب ليتبين بعد ذلك أن هناك مشروعا خطيرا يخطط للبنان مش كل شي بما نعتبره كمان مؤامرة يعني إذا اليوم لا مش مؤامرة إذا أمريكا بعد عم بتساعد بمكان ما بدي أعتبر لا لا بديش أعتبر مؤامرة أنا بديش أعتبر مؤامرة هي مؤامرة فعلا بالنسبة لك مؤامرة لما بكون فيه مطار حامات العسكري اللي موجود على ظهر نفق شكة هذا مش موجود أمام اللبنانيين هذا شو بده مؤامرة هذا مطار موجود اليوم أمريكا هي الدولة العظمى يا أستاذ فيصل اليوم أمريكا هي بعدها عم بتقدم مساعدات إلى الجيش اللبناني واليوم عم شو في فرنسا كمان عم بتعمل كيف مساعدات شو عندما يصبح الجيش اللبناني الآن معرض إلى مؤتمرات دولية لحتى اللي يتملوا مساعدات يروحوا هؤل قيادات يروحوا يكبوا حالهم يروحوا يزدوا حالهم ما بقى يحكوا بشيء اسمه مساعدات أستاذ فيصل نكون واقعيين لا مش واقعيين أقصام الحزب بقولولك لأنه هالحصار على لبنان بسبب حزب الله سمحي لي لك مشان هيك سياسات الدول برا عم بتعمل لبنان بس عم بتحيط كمان مؤسس الجيش اللبناني شوفي بدي أحكي كلامة اللي بدي يكون عنده كرامة بيتحمل أي شيء ما بيل كرامته نحنا نهضر كرامتنا عند أي منعطف ومنعمل حالنا على بعضنا بس هيدا الكلام مين عم يهضر كرامتنا نحنا 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 طاقم السياسي بلبنان المسؤول بلبنان مين هدر كرامتنا كل المسؤولين بلبنان ما بدي يسمي هيدا كلام واحد كلام كبير أنا عم بيلك عندنا نحنا كارتلات وحيتان مال هربوا أموال كل شي فيه وربحوا أموال كل شي فيه بللبنان بس نحنا بدي نظام بنا الطبقة السياسية ما بيمنع أنك خلينا نكون واضحين بس نظام ما بيمنع تغرب أموال بديك تسمحيلي نظام ما بيمنع بالأنون ما فيك ما فيك تحول أموالك لأنه نحنا فيه شوف شوف القوانين القوانين ليست آيات قرآنية وليست آيات من الإنجيل وليست قرآنا وليست إنجيلا القوانين وجدت لتنظم حياة الناس وجدت لخدمة الناس مش الناس بخدمة الأوانين عندما تصبح القوانين هذه زوايا ودوائر ليهرب منها المسؤول ويجني الثروات يعني ستين سنة على هذه القوانين إنه تكون موجودة معلش صارنا نحنا من 17.20 إلى الآن ما قدرنا أقرينا كابيتال كنترول من بعد ما هربت كل المصاري تحت عنوان تحت عنوان إنه نحنا هدى بالأنون مسموح صارنا من 17.20 لعالم نزلت عشان سنتات عم تقنعنا إنه في ثورة الآن صار دولار بخمسة عشرة ألف وخمسمية بتسأل الواحد بيقولك أنا إذا نزل الرفيئي بنزل أنا وإذا نزل جاري بنزل أنا هذا يعني أن كل شيء كان مبرمج وكل شيء كان مخطط له لكي نصل إلى هذا المشهد الذي وصلنا إليه معلش ما حدا يزعل مني أنا أحكي الأمور بكل صراحة إذا كان هناك من يفكر أنه يقضي على عهد ميشيل عون بمزيد من هذا الحصار بمزيد من هذه الضربات السياسية هو يقضي على البلد وليس على ميشيل عون لوحده ما عليش ليه بس من أضع على البلد ماشا عمل لك ما عمل لك هو يقضي على البلد هو يقضي على البلد وعلى إمكانية القيام لهذا البلد بعد ذلك ما حدا يفكر أنه بيضرب عهد ميشيل عون مثل ما ألم بيرك اللي عم بيقول سيد جعجع أنظر إلى الرئيس لا أراه في بعضها ليش مين شايفك أنت أساسا باللعبة السياسية اللبنانية ولاش بدك تحكي أنت كرئيس كرئيس لحزب لبناني تحكي بهذا المنطق المتحامل على رئيس الجمهورية المطران عاودي وحكي أنه يستحيل المطران عاودي يروح يهتم برعيته قبل ما يعطي نصائح للآخرين يهتم برعيته شوف شوف فيه بالطائف الأرتدوكسي ببيروت فؤرة ومشحرين ومعترين وحاجة يعمل نصائح وعزات معروفة يعني كيف أهواءه السياسية بس كرئيس هالدين أنه عندهم بيعطوا مواقف يعطوا مواقف يعطوا مواقف رجل الدين في الأزمات بيكون على مسافة وحدة من أبناء وطنه مش بيعمل تصريح غب الطلب لحتى يرضي هذا السياسي وذاك السياسي ويرضي غروره السياسي هون كلامك يعني كبير عم تتهم المطران آه عم بتهم أنه هو عم يعمل غب الطلب لشو مصلحته المطران عم بتهم المطران مين قاله أنه الرئيس مش حاسس بالناس مين أي شو بيساوي كرمال مين عم يعمل فإذاً هيك تصريح ما بعرف كرمال مين كرمال مين ما بعرف ما بعرف كرمال مين يمكن كرمال يشيل يشيل النقد عن نفسه أنه الناس عاي في حالها كمان بتتوجه للمطران وللشيخ وللإمام وللرئيس ولهذا وله غري كل واحد عم يشيل الهم عن ضاهره ويحطه بضاهر رئيس الجمهورية ليش رئيس الجمهورية بيتحمل المسؤولية اللي صار بالبلد 8 شهر صر الرئيس المكلف صار غايب له 4-5 شهر عن البلد بزريعة أنه عم يأمن تأمين مساعدات للبنان ساعة يقولولك أنه أمن لقاحات بس سمحيني شوي ساعة يقولولك أنه راح يجيب لقاحات من روسيا وراح يجيب لقاحات وظيفتك أنت تجيب لقاحات مين اللي مكلفك أساسا أنت رئيس مكلف مفترض أن تعكف على تشكيلة الحكومة في مشكلة داخلية بظلني موجود بالبلد بدور الزوايا أنا معني ورئيس مجلس النواب معني ورئيس الجمهورية معني ورؤسة الأحزاب ورؤسة الكتل النيابية وما بظهر برات بيروت إلا مشكل للحكومة أنت عم تحمل رئيس الجمهورية بظلني يقول للرأي العام رئيس الجمهورية بيتحمل وبطلع بقدم له تشكيلة ورا تشكيلة ورا تشكيلة لحتالي حلة هاي إذا كان عندي نية صافية أما إذا عندي نية كسر رئيس الجمهورية وكسر رئيس كتلة شو اسمه لبنان القوي بصير الأمر آخر لأنه إذا حدا بده يكسر بده يصير حدا بده يكسر بالمقابل وإذا فتنا بلعبة التحدي إيه هو بيعتبر العكس إذا فتنا بلعبة التحدي ما حدا بيربح الكل بيخسر والبلد عم بيخسر واللي عم يفكروا حالهم عم بيفوتوا بوساطة وآخر شي بتطلع القصة أنه مكاسرة سياسية كمان بدون يخسروا ما في حدا ممكن يربح ما في حدا ممكن يربح وهو يظن أنه ينصر هذا على ذاك أو ذاك على هذا هالكلام للرئيس بري؟ هالكلام للكل لحزب الله وللرئيس بري وللكل أنا عم بيحكي بشفافيه وبتجرد وأنا بيحكي على الوتيفيه مثل ما بيحكي بأي مطرح ما عندي أي مشكلة أنا عم بقول الرئيس بري يجهد مخلصا لكي يرى حل أو لكي يساهم في صنع حل وهو مصر على هذا الأمر لكن هذا لا يعني أن الرئيس بري يتحمل مسؤولية أي فشل بصير الفشل يتحمله من هو المسؤول أصلا الرئيس بري وسيط الرئيس بري مبادر الرئيس بري عم يتحرك وسيط محايد الرئيس بري؟ لا أنا مش وظيفتي يوصف أنا مش وظيفتي يوصف بس خليني أقولك الرئيس بري لا يخفي من حيازه إلى الرئيس الحريري لا يخفي مش أنه أنا بدي أقوله يعني هذا هو بيقوله وهذا من حقه السياسي لكن في الأزمة عليه أن يكون على مسافة من الجميع وأعتقد أنه كذلك على الأقل فيما أراه حتى هذه اللحظة حتى مع التصريحات التي صارت مبارح رئيس مجلس النواب من موقعه بده يحمي الرئيس المكلف ومن حقه وما في مشكلة ولا أعتقد أن رئيس الجمهورية ممكن أن ينزعج من هذا الأمر رئيس الجمهورية عم ينزعج من اختلاف المعايير في التعاطي معه من الطريقة المواربة في تشكيل الحكومة مش عم ينزعج أنه هو بده الرئيس الحريري أو ما بده الرئيس الحريري الموضوع ما فيه يقفز على المسار الدستوري رئيس الجمهورية إذا جيت إلى إله يمكن ما بده الرئيس الحريري بس هو ما بيقدر يقول هك ما بيقدر يصرح هك بس رئيس مجلس النواب بيقدر يصرح لأنه هو رئيس كتل نيابية حقه يقدر يصرح من موقعه أنه أنا أيدت الرئيس الحريري وبد الرئيس الحريري الرئيس ميشيل عون حتى لو ما بده الرئيس الحريري ليس من حقه أن يقول أنني لا أريد الرئيس الحريري أو أريد الرئيس الحريري لأنه الكتل النيابية أعطت رأيها الآن في مسار آخر هذا المسار أنا إذا جيت إلى إليه هلأ على أوتيفي أنا بوجه نصيحة للاستاذ الوزير جبران باسيل فليقلع عن كل هذه القضية من أولة لآخرة ويخرج بمؤتمر صحفي ويقول أنه أنا ما إلي علاقة روحوا تفاهموا مع رئيس الجمهورية شو اللي بيقبلوا رئيس الجمهورية أنا موافق ألاد نقطة أو للساطر لا يروح بوسطات ولا يستقبل وسطات ولا يستقبل أي شيء أنا مثل ما أعمل لك أنا هذا رائعي خليني أنتو الأنويك إلى عضو تكتل لبنان القوي دكتور فريد البستيني رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة صباح الخير ساعتك صباح الخير لألك ولضيفك العزيز صباح الخير يا أهلا وسهلا بفتكر كنت شوي عم بتتابع قدرت اتبعنا نعم أكيد دكتور فريد يعني رح أبدأ من آخر نقطة تحدث عنه المحل السياسي فيصل عبدالساتر يقول لو محل الوزير بسيل أنا بطلع من كلها الخبرية بطلع بمؤتمر الصحافة وبشيل القصص عني وبقول الأمور مثل ما هي بدي أنتو كتكتل لبنان القوي وحضرتك بعرف تتابع كمان ملف السياسي لجانب الاقتصاد اليوم وين رايحين حكوميا شو نطرين كتكتل لبنان القوي تنتظرون شو لكن أنا بديقول أنه الخطاب اللي معلي الوزير بسيل بالقناسكو كان واضح يعني هيدا كان خط كتير ملتزم بتسهيل تشكيل حكومة وكل شي صار بعد لأناسكو هو بفرافيت أنا برأيه لأن كل الاتصالات كانت عم بتصب بهال المرحلة اللي عم نمرق فيها جبران باسيل مع حفظ الألقاب كان عم بيقول نحنا ما بدنا نشارك بهالحكومة بس نحنا بدنا نسهل هالحكومة ونحنا يمكن نعطي السياة يمكن ما نعطي السياة حسب شو البيان الوزاري شو بتدوم بعد أكتر منها يعني عن جد شي هالسياسة صدنا بفتنة بزوريب وأنا شخصية مردي فوت فيها طيب بس في حال اليوم بيجوك دكتور فريد ممكن الرئيس الحريري يقدم تشكيله إلى رئيس الجمهورية هو يسمى فيها الأسماء ويتشاور فيها مع الرئيس عون في قصر بعبدة في شي جو هيك أنه ممكن يزور القصر قريبا حاملا تشكيل من 24 يعني هذا المفروض هذا الدستور هذا واجبه كرئيس حكومة مكلف وأنا بقول أنه الاتصالات التي صارت الأسبوع الماضي كانت بتصب لأنه الرئيس بري أنا وقيت فكرة أنه مبادرة الرئيس بري هي كتير مهمة وبعدها قائمة وأنا بقول أنه يمكن تنجح حطوا لي الوزير جبران بسين على الجنب خليه يشتغل مع الأسر الجمهوري هو لازم يشكل وتوافق بالشراكة مع الرئيس جمهوري أكتر منيك شبتكم بعض يعني أنا بكرة جوال أنا بس بدي إليك أنه يوم الوضع المعيشي والاجتماعي والوانين يلي قدمناها ورح نطرحها بكرة بالإيجان المشتركة هذه هي البريوريتي تركوا شوي السياسة خلينا إذا بكرة قدرنا نناقش القانون الشراء العام يلي كتير مهم يلي الهيئات الدولية عم تطلبه إذا قدرنا نقر البطاقة الاتمانية يلي تكتل لبنان أو يقدمها من يكون أحرزنا أشواط لقدام والجلسة يلي عملها زميلي إبراهيم كنعان مع نهار التنين كمان البنك الدولي أنا هحكي عننا هحكي البنك الدول نعم هحكي بس لا اخطب بالمناقش الحكومي هحركز هحركز بس مش ممكن ما أسألك بس أنه سياسة شوي اليوم الرئيس بره بيقول أنه متمسك بالرئيس الحريري والحريري لن يعتذر يعني هو يعني هو رئيس مجلس النواب والرئيس حريري كلف بمجلس النواب بأكتري أصوات شو بدك يقول هو يعني ضابط إيقاع اللعبة البرلمانية مفروض هيك يقول شو بده يقول أكتر منه إذا الرئيس حريري بيعتذر صار غير حديث بس اليوم نحن نحترم إرادة النواب بتكليفه وعن نتمنى أنه يتفضل يشكلها لحكومة بتشوف دكتور فريد أنه سنكون أمام مراوحة حكومية قاتلة يعني لا اعتذار لا حكومة وبعضين يعني أنا كنت بتمنى يا جويل أنه ما يفوتوا المسهبية والطائفية بهالتشكيل لأنه بالحقيقة الرئيس عون ما طلع على بتركي وعمل تصريح بهالموضوع عم بيمارس السلطة اللي هو عطاياها الدستور والرئيس حريري بتمنى أنه طبعاً هو أقراره يعني بيلتزم بيقته السنية المحترمة كتير بس يكون أقراره وطني شوي أنا أفضل أنه نكون تقنيين أكتر بهالموضوع ما تكون في أبعاد مزهبية أو غير أجويل يعني وكأنك تغمز من شوي من اجتماع دار الفتوى واللي صار اللي حصل نهار السبت لأنه هيدا بيعتبر تكليف جديد يعني لرئيس سعد الحريري طيب برؤيتك برؤيتك هيك قراءتك للأمور صعب يكون أمام حكومة قريباً تنصارح هيك شوي هاللبنانية نعم صعبة وللأسف صعبة نعم لأنه كل مرة عم نشوف أنه في عقد جديدة لك يعني إذا هول الوزيرين كانوا العقدة الرئيس برؤيتك طرح شي كان كتير معقول وأنا بعرف أنه الوزير جبران بس هي الوافا هو لأنه يعني ما رح يشارك بقى الحكومة وحتى أجوائي أنا أنه الرئيس عون وفا طيب شو هي العقدة جديدة العقلة بالثقة ثقة التيار ثقة التيار للحكومة لا طبع لا ما ليه لابدك تتواصل معنا مباشرة ولا أنت عندك احترام لحجمنا السياسي بمجلس النواب نعم ونحنا ما نسميناك أنه شو مطلوب بعد أكتر من هيك نحنا عم نسهل وعم نقول إذا أجل بيان وزاري فيه خطة إصلاحية رح نصوت معه أكتر من هيك شو فيك يعني يعني وأنا أردت أن تطاع فطر المستطاع مشيك خلينا نتل إلى الاقتصاد كمان هذا محور يهم كثير العالم بدي بلش من الكابيتر كونترول اليوم فيه أقر هالكابيتر كونترول بلجنة المال ولكن يبدو في هيك شوية طواص صحح لإزالاء من صندوق نقد الدولي يلي اعتبر لا حاجة لإقرار اليوم الكابيتر كونترول هل تعتبر تضع هذا مش حكي دقيق أبدا يا جوال لأنه هو صندوق الدولي كان دائما يقول أنه فيه سلة أصلاحها والكابيتر كونترول هو شقف منا وترشيد الدعم وحدة منا وكذا فإذا نحنا بدنا نقر بس الكابيتر كونترول وننسى أو نتناسى السلة التانية طبعا له رأي الصندوق الدولي بس لو ما كان داعين ما كانوا نهارت كانوا حاضرين بالجلسة طبعا لجنة المال والموازنة وقالوا أنه إذا بدنا ندور هو للقروض أو الهبات نحنا مستعدين يعني هون صار فيه تناقض يعني ما بتعتبر دكتور فريد أنه كلام النقد الدولي طير الكابيتر كونترول أو إمكان إقراره بالهيئة العامة أبدا أبدا أنا ما بشوفها هيك بالعكس فيه تفاهم ونحنا فيه تواصل مع البنك الدولي ونحنا كان عندنا اجتماع من أسبوعين وإلنا لهم نخلينا نفصل المسار السياسي وتركيب الحكومة عن المسار الاقتصادي الاجتماعي وكان عندهم تفاهم لهالموضوع وتبلور هالتفاهم جوال وقت اللي راحوا بارح على المجلس وقالوا نحنا مستدعين أنه نحول هالهدا يعني فيه تعاون بس فيه ناس رح ينهار البلد هيدا هو كل هدفهم لأنه بيعتبروا انهيار البلد هو انهيار العهد وهيدا مش رح يصير لأنه فيه عندك إنسان كتير مخلص بيه بعبدة عم بيعمل كل شي وكل جاهدول حتى ما نقع بهالمشكلات أو يخلصنا ونحنا على حفظ الهاوية هالحقيقة تتوقع إقرار الـ بصراحة ولا لا هناك من سيعرقله في اللحظات الأخيرة لا لك عرق لي من نحنا بنظام برلماني جو لابنا ننقش فيه أطياف بالمجلس عندهم اعتراضات بجوز إنه هالاختراح الكتير ندرس عن جد زميلي إبراهيم كان على نحط يعني جهد غير معقول يشتغل عليه بجوز يكون فيه إشياء بدها تتغير وهيدا نظامنا فنحنا نتسمع لون ونشوف وين لازم إشياء تتغير من نغيرها بس هيدا من الإديال يعني إنه هيدا ما حصل بكرة ما حصل بالأمس في لجنة المال كان فيه اجتمعته مع البنك الدولي فيه كلام إنه البنك الدولي أبدل استعداد لإعادة النظر بتخصيص المليار دولار من قروض وفق الحاجات الملحة للبنان ممكن دكتور فريد إنه يتم استخدام فعلا هالقروض ما بعرف إذا ليه تمويل ما يعرف بالبطاقة التمويلية أو التموينية هلا أنا طلب طيدي بس فيه شغلة إنه متل ما صرح بيري حمل رح يكون فيه اجتماعات صنائية بين البنك وبين الوزارات المعنية لا ياخدوا تصور شو الحاجات وكيف فينا نستعمل هالمليار أو أقل شوي بطريقة مصلة فبس هو الاستعدادهم للنقاش very positive أنا شفت إنه خطوة إيجابية جدا بالظرف اللي عايشينه هلا إذا قدرنا ناخد أنا كنت طالب 300 مليون للمساعدة بالبطاقة التمويلية وإنتي بتعرفي إنه نحنا أقرينا من مدة 246 مليون دولار الأكثر في القرام يعني شوي شوي بدأ نطلع من هالأزمة أنا أعطي الناس شوية أمل شو بتكون تقولولهم يا حي تطلعي أنا هلا مش باك عم شوف الناس نطرين على الترمبة وقصة الأدوية شفنا هالمشاهد وعم نشوفها مع الأسف يعني مع الأسف بس نحنا تاب نحنا شو الدور تبعنا بالمجلس إنه نزيد الطين بله ولا نحنا نجرب نساعد لنحل الأمور لأ رح نساعد حاطين إيدنا بكل الأضايا لأنه اليوم عندك عجز السلطة الإجرائية أو التنفيذية بحكومة تصريف الأعمال عم نساعدهم وهذا واجباتنا نساعدهم بس هنه لازم يساعدوا حالهم كمان أوكي دكتور فريد ممكن أن تقر هالبطاقة التمويلية يعني شفنا شوية صراع ما بعرف اللي صار بين النائب علي حسن خليل والوزير باسيل شفت أكيد التغريدات ولكن رح تقر العالم ناطرة عن جد حرام يعني أنه مش معاول هيك نبقى يا الله لا لهيك إلنا خلينا نفسه المسار السياسي عن هالموضوع الاجتماعي الإنساني هاي دي هالبطاقة هي مش رح تحل كل المشاكل العالم بس رح تساعد نعم بطاقة ماء نحنا لكي كنا محاضرين من شهر 12 من 2020 نحنا صلنا بنص السنة شو بعد نطرين عم بطير المساري من الوضاع مثلا في لبنان ونحنا عمنا الحل بترشيد الدعم وبيني وبينيك الترشيد الدعم صار يعني اليوم فاتح كومبليبل بالبلد نحنا معا تفينينا ندعم الأدوية والتهريب ايه او تهريب المحروقات او الاشياء اللي عم بتعرض لألا شعبنا هايدي ضرورة وبكرة رح نواجه كل واحد رح يوقف ضده رح نناقشه بكل ديمقراطية ونعطيه كل الحجاج حتى يوافقوا علي او اذا عندهم تغير طرح بديل طابلايكي صلنا سنة بنحكي بترشيد الدعم ما فيه إلا تكتل لبنان قدم بطرح ما حدا نقدم شيء غير الحكومة بتعرفي كمان طرح الحكومة بكل طواضع رح قليك انه نحنا اشتغلنا بتكتل لبنان القوي لنساعد الحكومة تطلع بها الطرح ونحنا قدمنا طرحنا ايك كتلة قدمت ما حدا قدم طب انت لا بدك تقدم ولا بدك تكر شو بدك البلد يروع على انهيار لا انا ببشر المواطنين انه نحنا كتكتل مش رح نقبل انه البلد يروع على انهيار تام بنا نجرب ورح ننجح ان شاء الله وان شاء الله بكون لنا لقاء مطول بستوديو هون دكتور فريد البستيني شكرا على هذه المضيخة لعبر هواء الو تي في سنكمل استاذ فايصل عبدالساتر ولكن بعد هذا الفاصل عودة لي حوار اليوم مع المحلل السياسي فايصل عبدالساتر استاذ فايصل عندك تعليق على ما قال دكتور فريد البستيني ما بنتي فوت بسجال يعني أنا لست ميال الى منطق الدفاع كل كتلة عما تقدم نحن الآن في صدى التقييم الحالة العامة في لبنان يعني لو كانت هذه الكتل وهذه التكتلات النيابية ولو كان المجلس النيابي والحكومات كانت عم تمارس ويجبتها بما له علاقة بالشعب اللبناني ما كنا وصلنا لهون يعني ما له لكن الآن يعني كل واحد بدون ينادع زيتاته يعني بطبيعة الحالة بس بس طبعا هذا ليس اقتراحات اقل كمان بتحكي بتسمع كتلة التنمية والتحرير نفس الشيء تكتل لبنان الاوي تكتل جمهورية الاوي كلهم ما شاء الله السؤال الاساسي اين هي هذه القوانين العظيمة والتشريعات العظيمة التي لحظت حياة اللبنانيين الفائسة ما هني هاودي شن ما هني قدموا الاقتراحات شوفي مجلس النواب كيف هو مجلس النواب كيف يعمل كيف هو الانتظام العام في مجلس النواب هلأ بتقليلي في مساحة خاصة لهيئة مكتب المجلس للليجان المشتركة للليجان المتخصصة لرئاسة المجلس هون منفوت بناءاش ما منعود نخلص منه بس انا عم بقول على العموم عندما تكون هذه القوانين معدة ومفتوحة للملأ وكل العالم بتعرف فيها وإلى الان لم تقار طيب هذا قانون الكابيتال كنترول لي مع احترامنا للنائب إبراهيم كانعان الذي يعمل مثل النحلي 24 ساعة ما بيهدى لكن كابيتال كنترول عشو بعد بس سؤال عشو شو الكابيتال كنترول شو بعد قلو عنوان يعني الان حاليا طب أحسن هلأ يوقف يعني شو يوقف عشو نحن بل نضحك عحالنا نحن بل نضحك عحالنا روحوا طلعو لنا الأموال اللي هربت من لبنان من هم الذين هربوها بعدنا ناطرين القاضي غدا عام بدأت طلع لنا أسماء ولا ما بدأت طلع أسماء شركات شحن الأموال ومصرف لبنان بدأوا يطلعو لنا الأسماء ولا لا مصرف لبنان مبارح حاكم مصرف لبنان بيطلع بطيارة خاصة لش مينك انت مينك انت الملك اللويس الرابع عشر يعني لك طيارة خاصة ولا حتى عامة يعني ممنوع حاكم مصرف لبنان لك ممنوع يظهر برات ممنوع يظهر برات البرات للشارع أنا ما عم بتهم ولا عم برق أي شخص بس ولا عم دافع بس سؤال يعني بديه يعني ممنوع حاكم مصرف لبنان لك شوال حكي اليوم كنا عم نسمع نقابة المستلزمات الطبية كل واحد بصير يدافع عن نقابته بيحس حاله انه بعد شوية لازم نعتذر منه بيطلع بيقولك من ستة شهر ما صرف لنا شي وعندنا المواد مخزنة خيبانين نعطيه لحنا حتى لما هذا طيب يعني إذا كل العالم عم تتعطى هاك لكنه شو عم يمارس شو عم يلعب مع العالم حاكم مصرف لبنان عملك هو بيقول لا ماشي موضوع الاعتمادات عم بعطيك أجزامبل لك أيها ماشي عم نللك من ستة شهر عم نللك من ستة شهر شو هالحكي هذا لازم يكون فيه دايمومي بالعمل انت مسؤول النقد والتسليف مسؤول الخزين العامة شو هالدولة هالي معروفة كيف الدورة بتمشي فيها ليش السياسيين ما بيتدخلوا بحاكم مصرف لبنان مين قالك لا مين قال لا مين قال لا لش اني لو ما بيتدخلوا بقي هالقد مش بس هيك لو ما هنه بيتدخلوا ليش كان قادر حاكم مصرف لبنان يدين الدولة ويتم عم نللك لشو بقي يعني باللي صرنا فيه ما هنه كانوا يجبون شوفي أحسن حدا وصف كل هدا اللي عم بصير هو النائب سليم سعادي الله يوجه له الخير عنجاد هذا النائب يوجه له كل الاحترام اللي يطلعون هيك بشيء من النكات بس وصف كل الوضع العام بالبلد بطريقة حلوة وهلا عفكرة عم ينعمل له فيديو كليب يعني نوعا ما منتقل هلا معلش الأمور الشخصية لا 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 مش شخصية لا 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 أبدا ما تفكر شخصية اقتصادية أنا لا بعرفه ولا ملاقيه ولا مرة مفتدئة نوية لا 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 اسمحي لي أنا عميلك تعبير لا لا مش تعبير هذه تعبير صحيحة كيف تعبير صحيحة تعبير صحيحة نصب وإحتيال نصب وإحتيال هذه الطبقة السياسية اشتغلت بالبلد نصب وإحتيال وعلى رأسهم حاكم مصر في لبنان الهندسات المالية سرقة موصوفة سرقة موصوفة لأموال اللبنانيين هذا مش انه عم بحافظ على التعبير لا ما فيها حفاظ هؤلاء مجرمون بك تسفى وشة نظر الآخرين هؤلاء مجرمون الهندسات المالية كأنها وصبنا لليل وصبنا له اليوم من أربع خمس سنين يا جويل هود مجرمين ارتكبوا جرائم بحق الشعب إجرائم هلأ صارو بس المصارف وحاكم مصرف لبنان مجرمين والسياسيين من الكلام ما حدا قال سياسيين لا ما حدا قال لا ما حدا قال لا يعني الكل مجرم بقيل كل شارك بهذه الجريمة بيمن فيهم كل فريق يعني السياسة كل شارك بهذه كل شارك بهذه كلهم مجرمين أنه بيأوس في واحد بيشارك أنه بيضب الجسة في واحد بيشارك بيمسح الدم كل واحد أنه إله طريقة يعني مع أنا ما تفكريني أنه أنا بدافع يعني بالمطلق ولا أني بهاجم بالمطلق أنا عم بيحكي توصيف عام لما قلت سليم سعادة أعطى توصيف دقيق مش لأنه أنا مغروم سليم سعادة أنا ما بعرفه بس أنا عم بيحكي التوصيف الدقيق لكل هذا اللي صار حكي بالقضايا المالية والنقضية حكي دقيق وعلمي وطبعا هو الظلم صاحب اختصاص لما منقول أنه هذا اللي عم بيصير أنا عم يقول لك أنت عم بيسمع اليوم طيب بيسمع اليوم شيء اسمه فيات طبعا للمستوردي المحروقات وسمعت اليوم سلمة عاصي تبع المستلزمات الطبية وسمعت مبارح البحصلة تبع المواد الغذائية كلها نفس الدوامة نفس الدوامة بتسمعيها نفس القصة فتح وما فتح فتح الاعتمادات وما فتح الاعتمادات يا هو عم بيقول كان أنه ما عنده عم بيحذر العام لك يا ستي هاي اللعبة هاي اللعبة عم بيلعبها ليبرر حاله بسياساته الخاطئة على مدار كلها السنوات المديدة اللي هو استلم فيها هذه الحاكمية هذه الحاكمية التي لم تراعي حقوق اللبنانيين ومتطلبات هذا سجال كبير هذا مش وجهة نظر هذه مش وجهة نظر لا 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 مش وجهة نظر هايدي يا ستي يا عزيزتي يا عزيزتي اسمعيني شوية تحت عنوان السرية المصرفية كل العالم سرقته ما حدا قادر يفتح حسابات حدا تحت عنوان أنه السرية المصرفية العالم هربت أموالها من هون على البنوك الخارجية تحت عنوان السرية المصرفية جمعية المصارف ما بتطلع تول ودائع اللبنانيين تحت عنوان السرية المصرفية لا قادرين ندعم ولا قادرين نوقف الدعم كله تحت هذه العنوين كله بالقانون سريع بالقانون نصب بالقانون احتيال بالقانون جريمي بالقانون ما بيصير هذا مش صحيح هذا الحكي الآن احنا عم نحكي بوضع أصبح تحت السفر بدرجات ما فينا نظرنا نكمل نفس المسرحية وجهة نظرك وهي ده وجهة نظر هاي وجهة نظر كبير من اللبنانيين ما جاي عام لك ما جاي عام لك انه في شعب لبنان بيشاطرك نصه يمكن او غالبيته بس في وجهة نظر أخرى بتقول انه الحاكم وحتى يمكن المصارف معلشي بيتصرفوا وفقا لما يمليه السياسيون عليهم لطالما حذر حاكم مصرف لبنان ما كان حدا عم يسمع لطالما كمان المصارف بفتكر بتتذكر كتير منيح لما اجبر اخر شي فرانسوا باسيل رئيس جمعية المصارف السابق على الاعتذار من الرئيس بري بالوقت اللي تم تقدم فيه بشكوى لانه فرانسوا باسيل طلع صارح العالم وقال له ما بقادر دين الدولة طب ما كمان بدنا ناخد الامور بشقيها انا بس برجع بقول شوفي لالك شوفي لالك شوفي لالك بافينا نقلب ضهر الميجان هيك هيك مش عبير لبالصفحة دي يا شوية تحذيرات حكم مصر في المين اي متى ايجت اذا كان طالع بمحطة تلفزيونية لقابل 17 تشين بشوية كان عم يقول الوفرة للبحبوحة والنقدة والاستقرار ومش عارف شو طلع وزير المال علي حسن خليل طلع وزير المال علي حسن خليل بمقابلي كمان نفس الشي شو بتقليلي ما اي تحذيرات اي متى ايجت تحذيرات ايجت لما انفجر البلد لما اتبين انه في مشروع لتفجير البلد وهو دي كله انسيهموا فيه لهذا المشروع ما حدا يقل لي جمعينة المصارف بعيدة عن هذا الموضوع انا عمقول الجميع مش بس نحمل مصارف ومصرف لبنان المسؤولية انا مش وظيفتي حمل انا وظيفتي وصف انا بحمل حدها انا عملك لما شهر سكرت المصارف تحت عنوان شو سكرت يعني بيعتدوا عليها للمصارف شوف اي عنوان مين بيعتدوا عليها اي اسوأ اي اسوأ كان الوضع ببداية ببداية اللي حصل كان الوضع اسوأ ولا هلأ ب15500 اسوأ اوكي بيضال للمصارف هيك فيها وعادي اكمل اعتداء عادي ما في مشكلة انت الان ما عم تحكي الصحيح انا بطلع قدها انو انا عم تحكي على المصارف وبقبض من المصارف وبقبض من حتى المصارف لبداية انا عم نناقش عم نناقش لامور جوال بالفترة الزمنية لما بنقول ما انا عم ناقش 17 تشرين مع احترامي لكل هؤللي نزلوا لانو انا مش قابضن ومش قابض كل هذا ليصال لا لا انا مش قابض انا عم بلقى انا عندي موقف انا عندي موقف انا ما حدا بيقنعني ان هو بينزلوا عشان سنتات وكل السفرات بتشتغل وكل الاحزاب بتشتغل وبتطلع الاحزاب انه هي يعني انه هي مع الثورة وهذا وكل هذا اللي عم بصير بالبلد ما حدا منه نتحرك ولا اي شيء اخر شيء هدفه انتخابات نيابية مبكرة اذا واضح شو هو العنوان الاساسي اللي كل هذا اللي عم بصير العالم وان والناس وان وهو بدي وان عم يفكروا بس انا بدي اخذك للمسار بدي افطرد انه خمسين واحد كانوا على اسلام تعينهم مية ميتان تلاتمية الف الفين في عالم في صد عم بحكي بالبداية بالبداية اللي تطلع صاروا يقولولك مليون ونص ومليون وعملوا مسير التناجر وكذا نفس المماهات مع بعض اللي حصل بالعالم العربي هذا مشروع كان هذا مشروع منو قصة بسيطة لما اصطدموا انه هن منو اقوى من اللعبة الداخلية اللبنانية كل واحد رجع صف المطرح اللي هو فيه وكل واحد صار يتقاص من المصريات اللي اجوه بالجمعيات وانجي اوز وسمعنا اخر شي جيشي من الموظفين كانوا ينزلوا عالشواري علي اقبضوا وميش بس انا عم بناقش الوضع الحريري تكلف كانت دولار بستة لاف ستة لاف وشوي اليوم الدولار صار بخمسة الف وخمسمية 8 شهر صارنا بنفس الدوامة كل هاي العالم اللي عملتلي حالة ثورة وتغيير ومش عارف شو الى غيره وينية لما ترشح الخطيب نزلت عالشارة لما ترشح طبارة نزلت عالشارة لما اجي حسان دياب نزلوا تحت بيته صاروا يسبوه هاي دي العالم تتحرك كانت تتحرك على روبونت كوترول على الوجع ما تحركت على الاوجاع اللي عم تصير هلا الان ما تحركت ومش مطلوب تتحرك لانه اساسا نادر تحرك لن يفضي الى شيء سيزيد من الاستعصاء العاق الطائفي والمذهب اكتر واكتر بس انا بدي عودك لا اصل الاصل بس انا بدي ارجع انا بدي رشعك لا اصل لا اصل الاصل لما حاكم مصر في لبنان موظف جيش من الاعلاميين وجيش من السياسيين كلهم يسبحونا بحمده ويطبلونا ويزمع اسمحيني شواء اسمحيني شواء يا عزيزتي على الشيء هذي مسألة لا مش مزحة هذي اموال الخزينة اللبنانية التي تبخرت في الغضون اشهر قليلة من الذي تآمر على اللبنانيين اين خرجت الاموال انت لما كنت عم تقبط فويد عالم خلي مصرياتك من لبنان ايها الحوت ايها الغوت لا لحظة لحظة بس انه هيدا معلشية لا شو معلشية وخلينا على الانيل العبارات لا شو ايها الحوت شو حوت خلينا لا 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 ايها الحوت اتبين انا لا 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 جوال جوال. طب هالعبارات ملاحل. جوال. جاعدين بدرس تربية مدنية. على عبارة. دي اشوال دي اشوال. ايوها الحوت وايوها الغول. كلمة في الادب السياسي. بس هيدا الابارات. لا هيدا مش عبارات. ما اقول انا. ما اقول عن هذا مش انت تحب. احتراما للمشاهد. يا عيني. يا عيني. لما بتقولي حيتان المال. لما تقولي حيتان المال هيدا بكون. انا بس لا مش مش عام بخفي. يا عم ناقشك. عم نقشك. وان brag Hung sa lada. أنا لما بقولها واحد حوت ومحتكر. ومجرم تكون انه هذه عبارات مش منيحها. انا عم ناقشك انه مو اكاد. شو عم ناقش 1986. لا. انت ما تخليني لا. لا لا. انت ما عم تسمحي لي كمل. طبا. انا لما حاكم مصر في لبنان بجندة جيش من الاعلاميين على مدار سنوات. يطبلونا ويحمدونا بحمده ويسبحونا باسمه شو هذا؟ هذا جيش من الفساد كان عم يقود البلد لما بتسمع الأوسم اللي أخدها عندك وسائق ولا بالدين أنه مجند إعلاميين وصحفيين بيطلعوا بيحكوا باسمهم لكن هني عم يحكوا عن حالهم مين عم يحكوا عن حالهم؟ لكن هني عم يحكوا عن حالهم وكل مواقع التواصل حططلوا ناسميهم طيب إذا إذا ل tried هلو عم تبتكل على مواقع التواصل؟ خلينا عم يحكوا لا يا عزيزي مش عم بتكل على مواقع التواصلכ أستاذ فايسسة لا يا عزيزي اسمعيني شوا لا لا اسمحيني شوا اسمحيني شوا بقتسمعي لا 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 ما تتعطي معي هيك بالكات لا مش اللي يا كات بس أنا لئة لا لا ما تتعطي معي بالكات أنا شخص كثير مهزب وتضطلوا المشهيجين يفهموا علينا حدا ممكن تعدано لحظة بليز ما تأول شي مع التوية أنا برجع بإلليك برجع بإلليك لما بإلليك مش بس هو أجهزة الأمنية جيشة إعلاميين بيقبضوا كلهم من الأجهزة الأمنية بيطبلوا بيحمدوا وبيزمروا للمؤسسات الأمنية هذا كله جيش فساد هذا هذا كله جيش فساد مين أضيف بالنسبة لألك أنا مش معيار أنا مش معيار للنظافة أنا مش معيار أنا عم بقول أنه هذه الشبكة من الخدمات هي اللي أوصلت البلد لهون لأنه كانت عم تخبي الحقاية كانت عم تخبي الحقاية كانت عم تخبي الإجرام المتمادي بحق اللبنانيين لما أنت بتطلع بتقولي الليرة بخير والاستقرار النقدي بخير قبل بأشهر قليلة وبأسابيع قليلة إذن أنت عم تكذب على الرأي العام لأنك عارف شو عندك أرقام لا بك تسمعني ببدي أسمعيك عم تقطعيني عم بيسمعيك أنا الكلام على الآخر عم بتقول أنه لما بيطلع بيكذب بيقول الليرة بخير طيب الليرة أول شي هو ما كان بوضع انتفاضة صح ولا غلط قبل ما عم قللك قبل قبل الثورة بالنسبة لألوء كان حاكم بصرف لبنان يقول أنه الليرة فعلا بخير لأنه ما كان مدرك لي التدهور اللي نحن وصي عليه بسبب الثورة أو 17-20 وبرده برجع كمان في وجهة نظر تاني بتقول حتى لو ما كانت الليرة بخير ما بيقدر حاكم مصرف لبنان الفدرالي برا الأمريكي ما كان يطلع يقول ولا الدولار ما بيسوى وبالأرض كان يفاتح المسؤولين عم قللك معلومات ومعطيات بأنه الوضع منه لازم يتحسن الوضع ما بقى فينا نكفي هيك عزيزتي هذا الهروب هذا الهروب من أصل المشكلة هذا لا يبرر لرياض سلامة ولا لغير الرياض سلامة المسؤولية عما وصل إليه البلد بلد بيستورد 20 مليار دولار ما بيقدر يصدر 3 مليار دولار على مدار كم سنة قداش بد يكون عنده أموال بدون يخلصوا لأنه ما عم يعمل عجلة اقتصادية هذه الأموال اللي عنده ما عم يوظفها بالاستثمار كان عم يوظفها بفوائد ما هو المسؤول عننا هو رفيق الحرير الأب وصولا إلى كل رؤسة الحكومات إلى كل بجالس النواب إلى كل الوزارات كلهم اشتغلوا بنفس الطريقة لكن الخازن العام للمال مين؟ مين الخازن العام؟ مين مسؤول سياسة سياسة الاستقرار الخزينة والنقد والتسليف؟ مين؟ أنا بيكون حاكم مصرف لبنان يعني هو عنده الأرقام لما بيشوف أنه ما في نمو لما بيشوف أنه نحن عطول عطول عنا النمو هابط وعطول عنا ارتفاع بالفوائد اللي عم تنعطى على حساب الليرة اللبنانية بيقدر يقول كات أنا بوقف الهندسات المالية بوقف الفوائد بوقف القروض بالفوائد المرتفعة خليني يشير إلى بيان من يبدو القصر الجمهوري كنا نحكي قبل شوي سيدس فيصل عن المتران عودة وما قالوا يبدو فيه رد من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيقول فيه أنه بالوقت اللي العالم عم تطلع على تشكيل حكومي تطالعنا من حين إلى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف متجاهلة قصدا أو عفوا ما نص عليه الدستور أن معطيات برزت خلال أيام الماضية تجاوزت القواعد الدستورية والأصول معمول فيها فأن المرجعيات والجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة مدعوة إلى الاستناد إلى الدستور والتقيد بأحكام أحكامه وعدم التوسع به تفسيره لتكريس أعراف جديدة وكمان مما يقوله معلي عبرها أستاذ مخيصة المكتب الأعلام في رئاسة الجمهورية يسأل هل ما يصدر من مواقف وتدخلات تعيق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين بأزمة معيشية والتي لا حلول جدية إلا من خلال حكومة إنقاذية جديدة هلأ هنا لا يوجد أي تسمية أو اتهام ولكن واضح يعني ضروري يسمي رئاسة الجمهورية مجعيات مختلفة يمكن لم يقصد بالاسم أي شخص آخر للمطران ولا رئيس مجلس النواب يعني عموما لو بريحونا شوي بيكون أريح يعني بصراحة خلينا أشهد الملخ الحكومي رح يعتذر الرئيس الحريري رح يطلع بتشكيلة إلى رئيس الجمهورية هذا الأسبوع في لقاء اليوم مع رئيس بربي جواك خليني أقول أنا بدي أحسن النواية بدي أقول أنه يعني تحرك الرئيس بربي ربما يكون له ثمار حقيقي بهاليومين ربما إن شاء الله نتأمل هيك عشو بياني لتقول هلأ أنا بياني لأقول أنه لازال هناك نواية صافية عند كل السياسيين يريدون إخراج البلد من هذه الأزمة لازال أو بقية إذا بدك يعني لأنه ما فيك تعميمة بس الخوف كل الخوف أن نعود إلى نفس الطريقة بالتعاطي يعني بيطلع رئيس الحكومة بتشكيلة عارف مسبقا رئيس الجمهورية رح يعترض عليها هيك بدي أظن أن يظن سنعود إلى دوامة أخطر بكثير مما كنا فيه يعني بمعنى سيوضع رئيس الجمهورية أمام الرأي العام أنه هو الجهة المعرقلة ولن يكون هناك أي حركة باتجاه تشكيل حكومة وأي مبادرة بعد ذلك وينتهي العهد بهذه الطريقة ليدخل لبنان في سيناريو الله أعلم ما هو هل هذا ما يخطط له البعض أو هذا ما يدور في رأس البعض إذا كان فعلا ما يدور برأس البعض هذا السيناريو أنا أقول لهم من هلأ استفاقيا أنتم تطلقون الرصاصة على هذا الوطن الرصاصة على هذا الوطن بس ليه في سيناريو برأيك أنه يتقدم بتشكيلة من 24 يطلع يناقشة ويشاور فيها رئيس الجمهورية في قصر بعبدا يعني خليني يقول أنه كانت العقدة الأخيرة هني حسب ما بيقولوا كلهم مشاك الرئيس برأي وحزب الله والوزير جبران باسيل هؤلاء الثلاثة اللي كانوا عم يتعطوا والرئيس الحرير مشاك هؤلاء الأربعة قالوا أنه العقدة الأخيرة كانت الوزيران طلعوا بفكرة أنه الوزير باسيل قال له حدا يسمي مش عارف جوال بيونس تسمي مثلا بما أنه مارونية وفلين الفلين بما أنه ماروني أو شيء آخر ونحن ما عنا أي مشكلة هذا حكي من اللي نحكي علما أنه كتبت أنا وحدا تأدني وقلت له أنه الاجتماع لم يكن اجتماعا مارينان كما وصف يعني لأنه لما واحد بيقول أنه أنا عندي هذه الملاحظة والتاني ما بيأخذ فيها خليقان مع عشر الوزير باسيل أصلا يعني كتبت هيكي والبعض صار يتضحك قال له مش عارف شو إلى غيره أنه عساس كانوا قاعدين بيأكلوا أفوكا وبيشربوا عصير مانجا يعني لا الأمور مش هيك ما هي اسمها مفاوضات لأنه في مشكلة يعني معناها تمنى مسألة بسيطة إذا كانت العقدة عند الوزيران وعاد الرئيس المكلف اشترط بعد هذه العقدة أنه بده سئة من الوزير جبران باسيل والوزير جبران باسيل قال له أنه هذا مش موجود يعني معناته أننا رايحين لمشكل أصلا ما موجوده بكل دول العالم أنه أنت بدك تطلب مني سئة قبل ما تعرض برنامجك الحكومي أو بيانك الوزير بعدين أنت مثل ما قال الأستاذ بستاني أنا بعتذر شوي على الصابت بالفترة السابقة بالفقر السريح أنا ما قلي بالعادي بس أنت ووترتيني شوي ماشي الحال ماشي الحال خلي يطلع الرئيس المكلف عند رئيس الجمهورية لا علاقة لنا لا بالحكومة ولا بأي شيء له علاقة بالحكومة فلا يتفهم مع رئيس الجمهورية ومجلس النواب هو الحكم نقطة وللسطر أنا بالنسبة لأيلي هاك مزيد من الروحات والمجيات وهذا الوسيط وهذا الوسيط وهذا يروح وهذا يجي وهلأ ويكاند وهلأ مش قادرين ويمكن ما في بنزين قطعنا على الطريق أنا برأيي هذا عم بيروح وقت على اللبنانيين على الفاضي الحريري بيعرف وين مشكلته الحقيقية بيعرفها وين مشكلته الحقيقية ورئيس الجمهورية بيعرف وين المشكلة الحقيقية في تشكيل الحكومة يطلع ويقعدوا مع بعض يطلع ويقعدوا مع بعض أعدد مصارحة تنتهي الحكومة في ساعة زمان إذا كانت السئة موجودة والنواية السليمة موجودة عفو الله عما مضى ما فينا نظلنا نقول السئة مش موجودة رئيس الجمهورية وأكبر من الرئيس المكلف وأكبر من الرئيس بره وأكبر من حزب الله وأكبر من كل الناس البلد هو مظلة الجميع إذا راح البلد بشو بده يستظل الواحد بشو؟ بيستظل فيك وانت بتستظل فيه الوطن هو خيمة الجميع إذا بدأ الوطن ينهار بشكل مبرمج وبشكل يمكن نحنا ما عم نقدره بس هو عمليا هيك عم بصير شو بعد بفيدني أنا أي موقع يعني أو أني والله حققت انتصار والله أنا حفظت على المش عارف شو ومن كسرت قدام الهجم الشريسي المش عارف شو اليوم الدول والشعوب بس تصير فيها أزمات ضخمة بتعمل تنازلات متبادلة بتعمل تسويات متبادلة بتعمل شيء من التوافق فيما بين المجموعات هذا عم نحكي في حال كان حرب أي نحنا ما في حرب وصارت علينا التسوي أصعب بكتير كما أننا لو الحرب قائمة كيف لو الحرب لا سمح الله تفجلت بشي مطرح بمعينة هلأ رئيس الحريري أستاذ فيصل بيعتبر أو أوساطه أو هو أنه عم بيحاولوا يزكسكوه سياسيا بفيصل كرامي بالنائب فيصل كرامي كيف شفت جولات النائب فيصل كرامي وهل له حظوظ حكومية بصراحة خلينا نكون معي الله ما نشاف بالعقل نعرف شاك الحريري اللي هو يعني أكتر قدرة وحضورا بالوسط العام عم بيحكي عن المجلس النواب وبداخل الطائف السنية وإلى الآن دخل بنفق استعصاء نتيجة عدة يعني مشكلات أنه النائب فيصل كرامي ما هي حظوظه إذا كانت هذه الكتل تطلع بتقول نحنا مسكين بالحريري أنه مين قادر الآن يستغني عن الحريري ما حدا ما واضح أنه يعني الأمور رايحة بهذا الاتجاه لما بارح الرئيس بري بيحكي كلام واضح أنه في رسالة عم بيقول أنه أي محاولة بهذا الاتجاه ما هي مواجهة لفيصل كرامي ولا غيره كمان أنه أي محاولة بهذا الاتجاه هذا يعنعنا من هو البديل عن الحريري مش لأنه الحريري جريندايزر انتبهي ولا سوبرمان نحن لأنه هلقد صرنا وضعنا بائس صار وضعنا بائس صار الحريري هو أفضل الموجودين فمت كيف؟ يعني مع احترامي أنا ما أهلي شيء على المستوى الشخصي بس أنا ضد الحريري من أوله لآخره بس تعتبر أن الحريري اليوم هو الأفضل للمرحلة خليني يقول أنه منطقياً يعني إحنا ما نرجع عم فوت لدورة تانية استشارات نيابية ونرجع عم فوت بلعبة الاستعصاء وما بعرف شو الأخير يعني ما بكاف أن إحنا عم نحاول نوفر على اللبنانيين كل هالوقت بركي بيقدر يوقف هذا الانهيار عند مطرح معين بركي هذا المواطم يلاقي بنزين يلاقي حليب يلاقي دواء بركي شي دولة هاي دي الدول اللي بتطلع بيقلك شو حزب الله يخرب علاقات لبنان بالدول العربية والدول العالم ويني دول العالم ويني جامعة الدول العربية ويني بكل هذا الذي يجري ويني شو عرضت شو عرضت شو قلوا علاقة حزب الله باللي عم بصير شو قلوا علاقة باللي عم بصير شو قلوا علاقة هذا الانهيار المتواصل بلبنان شو قلوا علاقة في حزب الله بتكون سلاح حزب الله لا 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 بديسال بالمنطق بديسال بالمنطق شو قالوا عليها حزب الله بكل هذا الانهيار اللي عم بصير اللي كن عليها بسلاح حزب الله سلاح حزب الله بتجوا بتدمروا شعب وبتجوعوا شعب وبتحاصروا شعب وبتطلعوا بتقولوا لبنان الشقيق ولبنان الشقيق ولبنان الشقيق أنا بقولوا لك أن حزب الله عنده دولة طول خاصة أو شعب حزب الله حاصروا حزب الله هي مرتاحة حاصروا حزب الله حطوا قيود علاب المصارف عملوا البدكنية على حزب الله شو خاص اللبنانيين شو خاص الشعب اللبناني عم تعترف أنه السبب لا مش عم بعترف أنا عم بقوله أنه إني كذبين بس الحال كذب على باب الدار إذا أنتوا بدكن هاك إذا أنتوا عم تنتقموا من اللبنانيين عشان حزب الله هذا أمر لا يوصل إلى شيء هذا أنتوا عم تعاقبوا الشعب اللبناني اللي بدي يقوله أنا اللي بدي يقوله فيه ختام هذا الأمر لو كان فعلا هذه الدول حريصة كل يوم بيطلعوا لك الفرنسيين الأمريكان السعوديين كلهم حناين حناين أدبى بدك وهذا اللبنان شو بده حاليا شو بده بده دعم مصاري شو بده بده شوية دعم بالدولارين حطه لحتى ليقدر يكمل شوية مصار لا يوقف عشرة لا تبين لأمور ما حدا بده يدعم لبنان إذن هن هم يجذبون على لبنان هم يريدون لبنان أن يسقط في هذا الانهيار وبعض اللبنانيين والأطراف السياسية في لبنان ماشي معهم بهذا المشروع ونقطأه للسطر كيف فينا نوقف لهذا المشروع حدا يطلع يقول تعي يا أخي أنا قلبت الطاولة هالمرة عن جد تفضل يا رئيس الحرير طلع على أصرف عبده كأنك عم تبعي الوزير بس لأني يقلب الطاولة أنا بتعرفي أنا مدافع عن جبران باسيل ومدافع عن تيار وطن الحر ومدافع عن رئيس جمهورية وعلنا وبدافع وإنما كان بس أنا مش بدافع بس لنكاية ولا الكايد السياسي لا أنا عم بدافع عن رؤية سياسية أنا عم بدافع عن موقف ميشيل عون بال2006 لموقف زلمي أخذ موقف زلمي العالم كله كانت صيصان أخذ موقف زلمي وهذا الزلمي يجب أن يكافأ هذا الموقف الزلمي اللي أخذوه بال2011 يعني حزب الله ما عم بكافأ اليوم رئيس الجمهورية كافأ له رئيس الجمهورية مش موضوع رئيس الجمهورية مش ناطر مكافأة من حزب الله حزب الله يتعامل بالوفاء رئيس الجمهورية كان وفي حزب الله وفي معه بس لما بتصير الأمور هلأدي بهذا المستوى المسألة مش عم نبادل هدايا وفاء الآن الآن بنا نحاول نمد إيدنا لبعضنا لنرفع البلد ونوقف هذا الانهيار بالبلد رئيس الجمهورية بيعرف أنه حزب الله معه وما بيتخلى عنه بس مش معناته أنه يعني مطلوب أنه يطلع حزب الله يعني يعمل مواقف لترضي هذا الشخص أو هذا الشخص بتشوف ما في حكومة استاذ فيصل بالمدى المنظور بصراحة أنا قلت لك بدايت بشوية تفاؤل بحركة الرئيس بره هلأ الرئيس بره أدرى أدرى بنوايا الرئيس الحريري بالمشاورات اللي عم تصير بينه وبينه بصرف النظر الآن عن الوزير باسيل اللي عم يقوله الآن أنه راح يكون فيه تواصل بينه وبين حزب الله باللحظة أنا عم بله وأنا تعرفيني أنا ميال لحزب الله بالمطلق يعني أبدا شيء أنا عم أقول لا حزب الله ولا باسيل ريحوا العالم وبلها الاتصالات والمشاورات خلي الوزير جبران باسيل لحاله يطلع يامل مؤتمر صحفي أنه يا أخي أنتوا كلكن عم تحولوا القصة علي أنا لفرجيكم أن القصة مش عندي عند الرئيس المكلف اللي بعده محمد بن سلمان اللي هلأ مش راضي عنه ما أبعرف إذا بكرة عنده شيء مشكلة مع السعودية أكبر من هك أنا بدي شكراك على هذا الحوار على هذا اللقاء برجع بكرر يعني أنه أنا ما عندي شيء شخصي مع حدا بس أنا متألم وموجوع لأنه المشهد معاشي نحمل ما فينا ندافع لا عن الرياض سلمي ولا عن المصارف أنا ما ندافع عن شخصي حزين كلهم يعني كلهم أنا لا مش مع كلهم يعني شكرا لك ما عليك كان حوار في وشاتي نظر في نقاش في تبادل الأراء وهذا هو أساس الحوار استاذ فيصل عبدالسيك بشكرك على هذا اللقاء رح أنتقل أنا وياكم مشاهدين إلى الخبير الاقتصادي ناسيب غبريل ما بعرف إذا كنت عم تحضر الحلقة بدألك صباح الخير وبرحب فيك صباح الخير وتحيي بضعي فيك الكريم يا أهلا وسهلا أنا شو بستأذن إذا بتحب تستأذن ما فيه مشكلة بس بدي أجعلك أعطيك ألف عافية أستاذ غبريل شكرا شكرا خليني باد باشر أستاذ ناسيب غبريل ومباشرة فيما كتب اليوم بصحيفة الأخبار يعني فيه مقال عنوانه بكل صراحة المصارف تشفط الدولارات من السوق وهذا هو عنوان المقال وبيقول أنه كل مرة المصارف تلجأ لهذه الخطوة لما بدأ هي تأمن جزء من التزاماتها بالسابق تم اللجوء إلى هذه الخطوة لتأمين ما قيل بالتأمين 154 وهي السيولة تكوين السيولة أما اليوم لتطبيق هذا التعميم ودفع الدولارات إلى الموضعين اليوم المصارف لجأت إلى شفط الدولارات بالسوق وهناك بحسب المقال أنه أصحاب بنوك أكدوا هذا الأمر أنت مطلع على الملف المصرفي والمالي والاقتصادي ما دقة ما قيل أولاً إذا نرجع للتأمين 154 بنشوف أنه المهلة الزمنية لطبيقه كانت آخر شفاط بينما سعر صرف الدولار بالسوق الموازي بدأ يتراجع بمنتصف أذار يعني بعد انتهاء المهلة الزمنية وبعد ما المصارف قدمت ملفتها إلى لجنة الرهابة على المصارف بالنسبة للوضع الحالي يعني كان فيه وجهة نظر لجمعية المصارف من ناحية تأمين السيولة إلى التزام بالتأمين 158 وانحلت هالمسألة هذه بدأ فيهم مع مصرف لبنان مصرف لبنان رح يحرر جزء من الأحتيات الإنزامة وسمح للمصارف استخدام 3% من السيولة يلي كونتها من خلال التأمين 154 وعطاهم مهلة زمنية لآخر 2022 لإعادة تكوين أي سيولة ممكن يستخدموها منها 3% يعني للعودة إلى مستوى 3% أو من فوق فمن ببعرف شو ليش بدأ ترجع المصارف للسوق الموازي وما عندها سبب اليوم وأصلا إذا بدأ ترجع تكون السيولة إذا نزد تحت 3% يعني خلائط تعمين 154 إن ما على غاية الآخر 2022 تتجع تكونهم يعني لنفترض نظرياً بدأ تستخدم السوق الموازي تستخدموا بآخر 2022 فاستخدموا اليوم بيقولوا إنه هيدا كان مبرر ارتفاع الدولار من 12 ألف أو حتى لمستويات كبيرة يعني عم نوصل لـ 13 ألف و 450 يوم سبعة حزيران هيك عم بيقولوا في المقالة يعني إلى الـ 15 و 500 وصلنا وهيدا السبب الأساسي هو شفط الدولارات من السوق من قبل المصارف وإلا يسأل يعني لماذا ارتفع سعر الدولار بهيدا الارتفاع الجنوني اليوم عم نحكي يمكن بـ 16 ألف يعني بطريقة بسيطة جداً ممكن لجم تراجع سعر صرف الإيرا بالسوق الموازي وهو وقف التهريب هذا بكل بساطة فالسوق الموازي نحن بنعرف أنه غير خاضي على الرقابة وغير شفيف ويخضع للمضاربين ويخضع لطلب من عبر الحدود ويخضع للتطبيعات الإلكترونية على الهواتف فهي واحد يستغل الظرف ويتهم شمال ويمين المصارف وغير المصارف باستغلال الوضع يعني أنت تنفي أستاذ ناسيب بشكل قاطع أن المصارف تكون لجأت إلى دولارات السوق الموازي لتطبيق القرار الأخير مبادرة حاكم مصرف لبنان أنا أقول ما في حاجة اليوم للمصارف للجوء لهيدي السوق لأنه حتى لو رح تستخدم الثلاثة بالمئة اللي موجودة بالمصارف المراسلة وتراجعت سيولة المصارف إلى دون الثلاثة بالمئة ما علي غاية تاخد الثلاثين وعشرين لترجع تكونها يعني حتى لو بدأت تلجأ لهيدي السوق اليوم ما في حاجة لهالشي ستتطبق على المصارف ما صدر القرار التعميم اللي صدر ستطبق وبدءا من نهاية حزيران رح تبلش المصارف تدفع الأربعمية دولار كاش والأربعمية ميتين ميتين يعني متل ما بات معلوم رح تلتزم المصارف بالكامل بكل بنود تعميم مية وثمانة وخمسين بدون أي تحفظ وبكل تفاصيله بدي جواب هيك على الكلام اللي صدر عن النقد الدولي يقول أنه ما بعرف إذا أصد تعميم مية وثمانة وخمسين ولكن يقول لا حاجة للكابيتول كونترول وأنه مش عارف من وين قدرت المصارف التأمن السيولي هل هذا غمز من قناة تعميم مية وثمانة وخمسين وطير الكابيتول كونترول برأيك؟ لا هذا رأيي ناطق باسم صندوق النقد الدولي يلي مفروض هو يعرف أنه نحن صلنا عشر شهر بدون سلطة تنفيذية وسنة ونص منذ اندليع الأزمة بدون أي إجراءات إصلاحية وأنون الكابيتول كونترول هو من أول إجراءات يلي طلبها صندوق النقد بالتوازي مع المقوضات مع السلطات اللبنينية عنده قائمة سبعة من مئات وإجراءات يتوقع تطبق السلطات اللبنينية بالتوازي مع المقوضات مع السندوق يعني ما بتشوف كلامه طير الكابيتول كونترول؟ لا يلي عم بيقوله الناطق بالسندوق النقد الدولي إنه ليكون مشروع أو إقرار قانون كابيتول كونترول وتطبيقه فعال مية بالمية ويخدم الأهداف طويلة الأمد يجب أن يقترن ببرنامج إصلاحي متكامل وهيدا شيء واضح وما في خلاف عليه يعني أكيد يجب أن يقترن بمشروع إصلاحي متكامل ولكن أنا برأيي إذا أقرر هذا المشروع اليوم حسب ما بعض النواب عم بيقولوا عم بيطمحوا لإقراره بمنتصف تموز على أبعد الدول هذا بيعطي إشارة أنه في يعني في إجراء اتخذ هذا كان لازم يتخذ بأول الأزمة أو حتى ما قبل الأزمة بأيلول 2019 كان يجب أن يتخذ إقرار أنون الكابيتل كونترول إذا أقرر إستاذ ناسيب بيتمنتصف تموز بغض النظر عن إقرار الكابيتل كونترول رح تبلش المصارف تدفع مع نهاية حزيران؟ بغض النظر طبعا طبعا بغض النظر لأنه اليوم مشروع أنون الكابيتل كونترول بعده مشروع ولم يقدم للجلسة العمومية وما في تاريخ بعد لمنعشته بالجلسة العمومية لمجلس نواب وفي تاريخ للتصويت عليه بعد بس أكيد المصارف رح تلتزم بإجراءات تعميم 158 وتبدأ بأول الشهر بيدفع مبالغ الكاش بالدولار وباللبناني بدأ اختم بسؤال ناطرين وبفتكر كل المواطنين اليوم صوب 16 ألف الدولار هل نحن قادمون إلى دولار بعشرين وأكتر ما بعرف يعني مشرع على كل الأحتمالات؟ أنا بفضل ما أدخل بهالتكهنات لأنه هيدا بتخدم فقط المضاربين والمضاربين بس مثل ما شايف بس هيك أنه بس ما بالدلاق المعين ولكن في ارتفاع حاد إضافي هيدا بيخدم المضاربين والمضاربين ومن يريدون استغلال الوضع الحالي في محاولات للجم تراجع سعر صرف الليرة بالسوق المبيزة ولكن عم نشوف الأوضاع الضغطة مش عم تسمح مش عم تسمح يجب أن يكون هناك إرادة جدية لإزالة العقبات لتشكيل حكومة قادرة أن توضع برنامج إصلاحي متكامل وتذهب به إلى طولة محادثات مع صندوق النقد الدولي ومن ضمن هالبرنامج إلي لتوحيد أسعار صرف الدولار بالسوق اللبناني ما يلغي السوق المويزة كليا يعني دائما ما بتقول علنا ولكن نستشف من كلامك أنه قد نكون أمام ارتفاعات بدأ شكرك نسيب غبريل على هذه المعلومات دائما قيمة مصرفية اقتصادية شكرا إلىك على هذه المدخلة شكرا مشاهدين على حسن المتابعة وإلى اللقاء